للتحليل والمطابع من رمالة ينضم إلينا سيد خليل شاهينة الكاتب والمحلل والسياسي سيد خليل أولا مخرجات هذه الاجتماعات حتى هذه اللحظة وما هي أسباب التمديد اليوم الغد نبدأ من الشق الثاني أسباب التمديد بتقديري تكمن أساسا في جدول الأعمال المقتضحة حيث يوجد على الأقل عشرة بنود على جدول الأعمال كان الجميع يعرف بأنه لا يمكن مناقشتها خلال الفترة المحددة اليوم الأول من أعمال المجلس المركزي كان مجرد افتتاح وخطاب للرئيس وانتهت أعمال المجلس التاسع مساء دون مناقشة أي شيء اليوم الثاني وهذا اليوم لا يكفي لمناقشة كل التقارير التي رفعت إلى المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية وخاصة تقارير اللجان المتعلقة بإعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال وثانيا موضوع قطاع غزة إضافة إلى التقارير التي قدمتها لجان تفصيلية أخرى فمن الطبيعي أن يأخذ هذا المساحة واسعة من النقاش إضافة إلى اهتمام شخصي من الرئيس عباس بالتوصل إلى بعض المخرجات التي تلائم سياسته خلال الفترة القادمة ما هو المتوقع؟ المتوقع في نهاية المطاف هو أن نشهد خطابا عالي السقف فيما تعلق بصفقة القرن وربما أيضا فيما تعلق بالمصالحة بعد التأكيد على ذات الاشتراطات التي تضعها حركة فتح ولكن تبقى المشكلة كما هي في التقارير التي رفعت إلى المجلس المركزي أي خطوات جيدة وعظيمة وسبق أن اتخذ مثلها المجلس المركزي قبل ثلاث سنوات دون أن ترى النور وسوف تبقى المشكلة القائمة في عدم توفر إرادة سياسية لتنفيذ القرارات وعدم مدود إجماع وطني على القرارات التي سوف تخرج من مجلس مركزي تقاطعه على وقت خمسة فصائل لإضافة إلى بعض الشخصيات الوطنية هذه هي النقطة تعود بنا هذه النقطة الأخيرة التي تفضلت بذكرها إلى مخرجات ما تم حتى هذه اللحظة على اليوم الثاني على التوالي الصف الفلسطيني هل موحد؟ الفصائل هل شاركت؟ الاتفاق هل تم؟ المصالحة هل تمت؟ أم لا؟ بالتأكيد كان الأفضل هو أن لا تعقد دورة المجلس المركزي تماما كما كان الأفضل أن لا يعقد المجلس الوطني الفلسطيني مؤخرا لأنه إذا كان العنوان الرئيسي هو إعادة إحياء منظمة التحرير والحفاظ على الوحدة الوطنية وإحياء مؤسسات المنظمة فالنتيجة التي نشهدها الآن هو مزيد من التصدع في الحالة الفلسطينية وفي العلاقات الوطنية بين مختلف الفصائل ومنحة باتجاه تعزيز حكم الفرد الذي يتخذ القرارات بعيدا عن المؤسسات الوطنية بل ويدير الظهر لقرارات المؤسسات بما في ذلك قرارات المجلس اللجنة التنفيذية الأخيرة بشأن توزيع دوائر منظمة التحرير الفلسطينية الاتهامات المتبادلة سيد خليل ضيق في المشاركة السياسية شحية الاتهامات المتبادلة يعني الرئيس الفلسطيني عباس يشكك في نوايا حماس تجاه المصالحة بينما هناك اتهامات له بالانفراد في اتخاذ القرارات هذه التبادلية في الاتهامات بين العديد من الجوانب والفصائل الفلسطينية كيف تنعكس على ملف المصالحة هذا في تعطيل ملف المصالحة في واقع الحال نحن نعرف أن مصر كانت قد توصلت إلى ورقة بعد اللقاءات مع حركة حماس ثم قامت بتعديل هذه الورقة لتصبح في واقع الحال أقرب إلى مطالب حركة فتح والرئيس الفلسطيني ومع ذلك لم تجري الموافقة عليها من قبل حركة فتح والرئيس ورغم زيارة التي لم يعلن عنها لعضو اللجنة المركزية مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إلى القاهرة إلا أن النتائج كانت بتقديري غير على الأقل مخيبة للأمال الآن يجري الحديث عن ورقة معدلة أخرى أيضا تحاول أن تأخذ مطالب الطرفين بعين الاعتبار لكن هناك حساسية عالية لدى القيادة الفلسطينية مما يجري في القاهرة لأنها تعتقد أن المباحثات حول التهدئة قطعت شوطا كبيرا بالقفز عن السلطة الفلسطينية ونحن نسمع بعض التعليقات والأقاويل في الغرف المغلقة هنا تشير إلى ذلك إذا جانب هذا الأمر تمت خشية لدى الرئيس من أن تكون المصالحة شكليا أي أنه لا يتمكن من السيطرة الكاملة على قطاع غزة ويصبح في نهاية المطاف مظلة لتمرير الجزء الأول من صفقة القرن الحل بسيط وهو ضرورة الخوض حوار أكبر تحت رعاية القاهرة من أجل توصل إلى اتفاق رزمة شاملة وكافة القضايا هذا هو الذي يرسل إشارات طمأنة لجميع الأطراف الموقف الحالي يعمق من الأزمة الفلسطينية ويبعد السلطة أكثر عن ميدان اللعب شكرا جزيلا سيد خليد شهين الكاتب والمحلل السياسي ضيف الكريم أشكرك على ما تفضل تبعه